اشتركوا في القناة خلقة جديدة شفت السكتيني فاجأتيني الله بالخير لكل مريتان أهل البدينة يوم جديد ومشوار جديد يجمعنا بكم أسبوع جديد إن شاء الله يكون أسبوع خير على كل العراقين نبدأ مع أخبار أهل المدينة ولازمنا في موضوع بغداد وفيضانات بغداد وغرق بغداد وتداعيات هذا الموضوع اللي حد الآن بغداد تعيش في حالة لا تحسد عليها وأهالي بغداد يعانون الأمرين يعني في بيوتهم يعني لا لهم ليل ولا نهارهم نهار وضعيتهم جدا مؤلمة ويمكن لكل متابع أخبار أهل بغداد وإحنا أيضا يعني من المطرة من يوم الأربعة لحد الآن متواصلين بهذا الموضوع وننقل معانات الناس لأن فعلا هي معانات حقيقية هي هاي المعانات الحقيقية ومثل ما جايش يطن بالصور أي أغلب من المناطق يعني في بغداد في بغداد غرقة ولي حد الآن المناطق يعني بيوت حديثة فعلا المي لبيوتهم يعني هي مو بس غرقة لحد الآن يعني هي المشكلة إحنا هسا عدنا مشكلة إنه لحد الآن المطرة خلصت وإنه اللي صار صار أربات يام تقريبا بالضبط المفروض إنه يعني أمانة بغداد كانت منتظرة أنه يومين منطوهم ثلاثة اليوم أربعة أيام يا أمانة بغداد والناس يعني اللي عدة سطح نحن بسطح والما عنده ظل ترى بالضيم اللي انهزم من بيته انهزم واللي يعني رزقا قطع واللي أطفالهم مرضى وأكو ناس يعني متورطة بناس اللي عندها سيارة عالية مثلا يروح يجيب الأكل يعني صار رفض وضعية ما موجودة حتى في أتعس البلدان إحنا صارت عدنا في بغداد خفاظ درجات الحرارة هذه أيام يعني اليوم كلها باردة فالله يساعدهم كلها باردة والماء ياريتها النظيف هم يقول لك لو نظيف ما يخالف اختلط بمياه المجاري يعني هاي أمراض إحنا عدنا تبعات معناتها كثيرة وراء هذا الموضوع فياريت أمانة بغداد تستعجل شوية تكف إيدها يعني تستنفر كل قواها إحنا ما هي جاي تشتغل إذا هاي تقول جاي تشتغل المفروض إحنا لأنه بعد يعني حسب ما يقولون أنه بعد فالأسبوع هكو مطرة والعلم عد الله خاف مطرة الصير قريبة والناس يعني تنتهي لأن أكوناس جاي تغرق وناس بيوتها جاي توقع وضعية يعني إحنا ما نحكي عنها قليل بحق ما صار في بغداد أريد نعرف أخبار بغداد تنظمون مراسطة أهل المدينة في بغداد هند الحربي رحب بيتش هند صباح الخير عليكم نران وأذروا وغداية نعب لكم كل عامونتوا بخير وانت بألف خير إن شاء الله ربيكنا السعيدة عليكم على جميع من شاهدنا وعلى جميع العراقيين إن شاء الله أخبار الأخوار المطار الصور اللي شفتوها هذه من منطقة بغداد يعني المنطقة من المناطق اللي تعتبر أوصر حفظا يعني المنطقة تبلغت شهر قبل شهرين أو ثلاثة أشهر فهذي إحنا تنا متوقعين إنه أكو مجاري وأكو مياه للصرف مياه للأمطار والطرف الصحي تنا متوقعين إنه هي جاهة وزاحت التدير فتنا متوقعين زينا رغم إنه هي بغداد راح تغرق شهر أحد هذه الطريقة يعني واني شفتو هذا بعد يومين من المطار يعني ثلاثة أربعاء أتوقع إحنا صورنا يوم الخميس هذا يوم الخميس يعني بعد يومين ثلاثة من المطار لما يصار إنه أمانة بغداد حيئت السيارات الحوضية بعد الأطلة طبعا اللي أخذتها أمانة بغداد لأنه أطلت أمانة بغداد من أطلة الرسية اللي صارت فبعد الأطلة أمانة بغداد سحبت المياه من الشوارع الرئيسية فقط والفرعية بقت على حالها؟ الشوارع الفرعية نسلم تشوفي هالصورة هي اللي تتحدث عنها فساعة هذه الشوارع فرعية مبلطة هذه الشوارع مبلطة قبل أشهر سحب المياه من الشوارع الرئيسية ولحد الآن لحد الآن الشوارع الفرعية إذا كن مناطق بعد هذا الشوارع الفرعية تعاني من الأمطار الشوارع اللي منبلطة أرسين أنت صارت كوارد بالشوارع اللي مبلطة صارت حوادث الحفريات سوات حوادث كل هذه المأساة بعد اللي حسن مواطن يعاني منها طيب هند اليوم أحد دوام أكونا صراحة الدوام قدرت تتروح للدوام؟ مو كل مناطق لا مو كل مناطق اليوم دوامت طيب يعني المي قليل بيها داومت كثير من المناطق لا إضافة إلى أنه الناس استنجدت بنا من خلال اتصال بنا من خلال اتصال معزل الشقية عن واحدة من الناس اللي اتصلوا بها أكثر من عائلة اشتكوا من هذا منعزلهم منطقة كسرة عطش منطقة الكسرة اللي للوزيري منطقة العظمية الناس مقدت تنام بالأسطح من أسطح اللي نازل لمدة ليلتين لأنه المي داخل داخل المنازل يعني لا تتعرض لغرب كبير بناية بأكملها منطقة السفينة بالأعظمية نهارت بناية بأكملها نهارت لأن البناية قديمة ودخلها مي المطرب وقام مي المطرب بها لمدة يومين ما أدى إلى نهار المدنب الكامل تشهدت الكثير من العوائل يعني ما صار هذا مطر على بغضاء صار كالفة طيب يعني توصفين باختصار وضع بغضاد حاليا يعني مرتبك الناس مرتبكة وحارتها متبهدة لم يوم الحقيقة الوضع الآن هو النقدين من الجوجة والآن جيد في بغضاد مشمس بس الشوارع ما زالت غرضي عنه من مياه الأمطار لازالت الخدمات ما تشفناها الحفريات أدت إلى حوادث لازالت الناس تعاني مثل فأوقت التنقل منطقة إلى أخرى الدوام ومنطبا الوضع ثانيا مرتبك ومرضك في بغضاد أكيد شكرا يعني شكرا لشانس شكرا يعني وضع مأساوي وبالفعل هذه المناطق القديمة الكارخ الفضل مثل ما ذكرت هند كسرة وعطش السفينة العظمية يعني كانت متضررة بشكل كلش كبير من جرى هذه الأمطار يعني أول معتهم خدمات وطين وهسا إجاء لهم فيضع منطقة ناصية وفاتت لها الماء لليبيوت فات رأسا يعني المفروض أنه هناك يعني أكو خطة الطوارئ تصير بشكل شبير يعني هي في بلد ثاني يوم أقل من ساعات يعني تنتهي الأزمة لكن في بغداد للأسف استمرت وأمانة بغداد تطالب بأنها تريد وقت يعني الوقت مفلوح أعتقد للأسف يعني هذه الأمطار سببت بخسائر مادية وأيضا سببت كوارث أيضا بالأرواح بالكوت في منطقة حي الوافدين هي بيوت متجاوزين يعني والبيوت المتجاوزة يكون بناءها هي البيوت العادية الزينة غرقت بالماء فكيف بيوت متجاوزين للأسف سببت هطول الأمطار بكارثة وفاة طفلتين أروح للكوت ونشوف والله عمي أنا قلت لك ساعة بالخمسة ونص بالستين ما أعرف حتى الوقت ندقي الباب علي هذا جيران هم هذا والبيت قال لعم تعال لي يا بيت فمحمد وقع عليهم والبيت ولا واحد طلع وبس والدي قاعد يطلع بيهم ماكو هم حشمت الولد والدي وهذا وإجي نتراكض هنا لقيت بس ثلاثة أربعة من الولدي بحثنا طلعنا بس النسوان ياب بعدك وقالوا بعدك وجهال اثنين جوى ظلوا فأنا طلعت بالشارع وقمت صيح حيهم حيهم النشام والله ابناء المنطقة كلهم خطية فزعة رجال ونساء واطفال كلها فزعة يعني والمطار كان كلش قوي قاموا والله فليشوا والشيز ما طلعناهم بس طلعناهم يعني منتهين خطية أخذناهم ودهم هم طلعوا والله السيارتين عطلن بالطريق والبقية جماعة ودهم وصلناهم للمستشفي بعد منتهين شنسوي خابرنا خطية خبرتان أبوهم والجماعة خبروا ايجانا بالله بحث هاي حالت فاي كلنا احنا هتش كلنا احنا سألوا تشوف لانا ثلث فيه وتربع واقعات ها سوفنا واحد ها سأل يبنونها سألوا تشويات شوفوا احجب ما عوضوكم حي الوافدين والله بعد لحد الان ما حد جاينا لحد الان هاي صار نحن يمكننا اربع سنة واتم خمسة يعني من الفين وخمسة ولحد الان حسب نحن ما ما سمعنا بأن حي الوافدين هو كل المتجاوزين رح يصير من بعد لحد الان ما وصلنا احنا ما وصلنا لحد الان ما قاني بنفسي راجعت القيم مقام راجعت وقلت لحنا متجاوزين وهيش فريد مثل تعوض شي قال ما قل اللي يجونش حيلونك ما قلت حاج صحيح على سات المتجاوزين وقاصين يمكن تلتالاف قطعة بس ماكو يعني كل تنفيذ ماكو هاي العالم يعني كلها مضرر هاي انا قل لك يعني عرص المسافة كل هالناس مضرر يعني هسا تأي بيت من هالبيوت منها ما تقدر تدخل لي كل هم اللي هنا مزين وهسا ذول الناس اليوم اكثر الناس تشون وبعلي يدري اكثرهم عافوا بيوتهم يعني وراح تطلعت برا لاني خافي يقول لك يوقع علي يعني كما ساعد المطر اللي أولوه يسوت بكم وشوان بالأيام المقبلية يعني اللي مقبلية احنا بحال تنذار وين نطلقون يعني بارحة المطر احنا طب علينا لبيوتنا وانا هالوما يعني ذول الطابوات هم يجوني يخصون جهال اللي بارحة عليها البيت حواش طاحت الطريق لزم علينا المايحة علينا جهالنا لي كله ما تنام يعني خوف ورهاب فايحنا وين نطلقون يعني ما لها غير الله ولكم فزع احنا تجاه تقول أنا بحال تنذار يعني حرب يعني ما كونهم يعني ما كونهم ام الله العظم بارحة عندنا جيران اللي كلها قاعدين هاتشوا منامين وجهالنا رهاب وخوف يعني كلما سمعوا البيت يطيح قاموا الصايح وراح يطع لين البيت احنا طلعنا البرحة عفنا بيتنا نشردنا يعني حتى أكو ويرات صار طبق بصفنة وكثير ما أطيح اللي بيوت وعافتها ليش وردت يعني شاء الله ما سات يعني ما شنها المصيبة السوداء ما هذا اللي أفزع اللي أرحم اللي أنا هذي حالة انذار خوف وإرهاب أكثر من مرة كررها أحد الأشخاص اللي طلع بالاستطلاع يعني واحد قاعد ببيته ويقول أنه عندي حالة انذار وخوف وإرهاب اللي يسمعه يقول لكم فشيء شبيل ساير للبلد وباختصار أنه مدرة الدنيا وهو قاعد بيت متجاوز بيت طيني وهش وهو في العراق اللي هو يعني من أغنى بلد بالعالم باختصار نحن صدق أغنى بلد بالعالم مو من أغنى وإنما نحن أغنى بلد بالعالم وإحنا لحد الآن مواطنين يسكنون بيت طين وبهذا الشكل المأساوي يعني يعني يقول لك يكون تعويض شو تعوضونهم تعوضون أطفالهم تعوضون حياتهم تعوضون هذه الخوف اللي صار عند الأطفال وعند النساء واللي هسا ترك الناس بيوتها فياريت أنه أكو يعني من مجلس محافظة الكوت أو من الدولة ولو يعني ما عرف يعني هم دائما لا أسمع لا أرى لا أتكلم لكن ياريت أنه لهم حقوق الناس لأنهم عراقيين يعني حرامات أنه واحد من عدهم يعني يحس بهاي المعانات فنتمنى أنه بأقرب فرصة يتم تعويضهم ويسكنون بيت لائق بهم إن شاء الله نحب أن أذكر بصفحتنا الوحيدة الرسمية على الفيسبوك الخاصة بأهل المدينة ويلي توصلنا الكثير من مشاركات الأصدقاء للأسف اليوم أيضا هذه صفحتنا اليوم وصلنا أيضا وصلتنا صورة أنه في أحد المراكز التجارية الموجودة في بغداد المصعد الموجود بهذا المركز كان بصيانة لكن لم يعد أي علامة تشير أن هذا المصعد عاطل أو به لتجري للصيانة جدت مرأة هي وابنها فتحت باب المصعد ورأسهم دخلت توقعت أنه ستجد مكان تخلي بيرجلها لكن هوت بالأرض توفى الطفل وهي في حالة صحية مزرية هذه صورة هليدة الشادو شاهدوا الطفل حرامات هذا إهمال من المركز التجاري لو حقين علامة على الأقل تشير يعني ما يقبل يعترف لحد الآن مركز التجاري أنه على خطأ لا طبعا ما يعترف هي علامة بسيطة لو خاليها لاذا هذا الطفل والأم هي شلل بالضبط عندها مشكلة بالحبل الشوكي ويبدو بسشفة لحد الآن في حالة صعبة وحرجها الله يساعدها طيب أيضا صورة ثانية أخرى الخبر الآخر اللي وصل لنا بأيضا على صفحتنا بالفيسبوك صورة لحادث يعني لازلنا نحكي بموضوع الإشارات التحذيرية اللي تقول أنه أكو شي هنا خطر اللي بدول العالم فتش طبيعي وبديهي مثل ما جاي شفون هاي السيارة هاي هي دقرة أو حفرة شبيرة جدا السيارة جاي تعبر ووقعت بيها يعني شكبرها شنو مساحتها شنو عمقها بحيث سيارة بكبرها وقعت بيها وهو في شرع الإميرات في بغداد في المنصور هذا الحادثة ما تشوفونا معقول إحنا عاشين في بلد المفروض أنه دولة متحضرة عندنا يعني أبسط الأمور اللي هي شروط الأمان والسلامة ما معقولة يا جماعة ما معقولة يعني اللي جاي يصير في هذا البلد حس خلصة أخبار أهل مدينة خلونا نشوف استطلاعاتنا أو عدنا عدنا مجموعة الصور أيضا أخبار أهل مدينة أيضا من ضمنها وصلتنا من مراسلنا في البصرة على الأساس وصلتنا مجموعة من الصور قبل فترة عرضنا لكم في جامعة الهندسة في البصرة عملية قطع أشجار سميها منظمة لكل الأشجار الموجودة في الجامعة وكان بإلها تداعيات شبيرة من طلبة الجامعة خاصة الهندسة اليوم هاي العدوى انتقلت إلى كورنيش البصرة اللي هو يعتبرون المتنفس القديم ويمكن يعتبر ما أرد أقول الوحيد لكن هو كورنيش البصرة معروف يعني أي واحد روح للبصرة لازم نروح للكورنيش البصرة عملية قطع للأشجار نحن نريد نعرف الأسباب حقيقة قد يكون أشياء مقنعة دهما نقول النيابة من تردون نفعل خطوة قولوا رح نسوي كذا السبب كذا حتى الناس لا تحشي لا تدخلون أحد يحشي عليكم قد تكونون أنتم على صواب هذا القطع للأشجار الأشجار اللي صالها سنوات الموجودة اللي تنقج جو اللي نقول ازرع ولا تقطع وحافظ على نظافة مدينتك وحافظ على الأشجار هذا اللي صاير خلي نعرف تفاصل أكثر عن قطع هذه الأشجار ومراسلنا هو علي أساس اللي دزلنا ياها ينضمنا علي أساس رحب بك بأي المدينة أنا نظال أحمن بيشو وأحنا نبزل طبعا وتحيي لكل متابعي برنامج أهل المدينة شون سبب قطع هذا الأشجار طبعا نظال خلي أستميحكم أذرا وأذرا خلي أتكلم عن هذا الموضوع بصدتي علي أساس مواطن من أهل المدينة مواطن من أهل البطرة وليس مراسل برنامج أهل المدينة طبعا هذا الموضوع يحز بالنفس يحز بالداخل قبل سترة مثل ما ذكرت أزل قامت أيضا مجموعة بقطع الأشجار بجامعة قرمت علي جامعة الوطرة تحديدا كلية الهندسة وصارت ضجع على هذا الموضوع اتصابت بأكثر من نسؤول حول هذا الموضوع ضرروا الموضوع أنه هذه الأشجار من النوع الذي تتفاقط أوراقها يعني وتسبب يعني سنقول وساخة بالمكان الموجود أنذاك طيب كنت قبل يومين أتمشى أنا واحدة أزدقاء على كورنيش شط العرب هذه الصورة قاما استقطتها بموبايلي كانت حية أثناء القطع يعني أتمشى أنا واحدة أزدقاء على كورنيش شط العرب في الحالة مجموعة من العاملين قاموا بتطع الأتجار وأعتقد أزل نظال الصورة واضحة وتغي عن الكلام شبت عائمة بصرية قاعدة يعني لو ما استحيط أن أعتقد صورة لهم قاعدين قاعدة أخل أسميها قاعدة عارية يعني فرقود أشنى مجتمع شرقي العوائل تحب تصورف تحب تبحك تحب تأكل فهذه هذه الصورة التي واضحة على الشاشة الناس كانت لماذا تجدين في العوائل كان الشجر شوية يعني خلين يتسابقون بأريحيين عائلة كطلح تتنجى على كورنش شرط العرب هو هذا المكان المتنسف الوحيد بين البطر لكن مثلا شكوه الأتجار قطعت بصورة يعني ما أعرف الأسباب صراحة شل الأسباب شل الداخل هذا الموضوع ما نعرف لحد الآن وفي مجالة أزل نعم نعم علي بس يعني أقطع كلامك أنت قلت مجموعة المجموعة يعني مجموعة من الناس مجموعة من العمال يعني معروفين جايين من جهة معينة يعني شنو يرتدون وياهم أحد مسؤول لهذه الشكل المجموعة أزل طبعا اللي يقوم بلقطة الربو وخام التعبير هذه المجموعة هم عمال هم عمال أزل يعني 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 جايين من جهة رسميا أغطاء هم عمال بس أكيد 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 جهات التي تتفهم لهذا القطع طي شنو التبرير أكو أحد سألهم ما قدرت تسألهم صراحة أنا يعني خلأ أكون صريح أكثر اقتقطت هذا الصور من داخل سيارتي يعني حتى كنت عتا خائف يعني فراحة يعني أي أحد ممكن يجيني يمثادر الموضوع الموضوع صحيح قبل السيطرة بموضوع الهندسة رحت أعظم رجيت أعمل تقرير عن الموضوع ما خلونا ندخل أصلا ما خلونا نحكي هذا الموضوع تقق اتصالة غيناس مسؤولين ضرروا الموضوع أنه أنا ذاك الموضوع السابق أنه غرب النظاقة لكن هذا لا أعتقد لغرب النظاقة طيب أوكي علي رح تطلب عندك أنه تسأل المسؤولين في المصرة تسأل لنا ما هو سبب قطع الأشجار هسا بالهندسة قد يكون فشغلة خاصة بكلية الهندسة وما قبل لو يصرحوا بالموضوع لكن هذا أعتقد أن المحافظ لا يدري بالموضوع أو أحد المسؤولين لا يدري في مجلوس المحافظ وما هو سبب قطع الأشجار أسألك علي لحد الآن باقي الأشجار المقطوعة بالشارع لو شالوا نظفوا باعتبار هم يخافون على النظافة يعني نعم لا أزل لا أزل هنا السادة المسؤولين سيكون حيثم علم وإذا ما سرعدهم ألم إن شاء الله يومي سرعدهم ألم بعد حلقة اليوم الزمانج أهل المدينة وإذا ما قلت الزرع ولا تقطع أحاديث نظوية شريفة تتحدث عن غرس الأجار غرس النباتات إدعونا عدم قطع أي زرع أو شجرة لكن أذل نظام هذا كل اللي أقدر أقول الموضوع بالتأكيد مثل ما قلته راجع لأستاذ المسؤولين والمعنيين بهذا الأمر بمحافظة البصرة وعلى الله نسلم على الجار المتبطية في البصرة طيب علي أنا سألتك سؤال شالو هسا يعني شالو والميتين مثل ما واحد يقول شالو الأنقاط شالو ما دمروا لأن هذا الفتشي محزن أيضا أنه تشوف أنت شجرة فتشي كان حي حرام أنه هالشكل يرمى بالأرض والناس من تشوف هتتعدد تنطهر أكثر بعد من تشوف الضيم يعني والله بالحقيقة أزل يعني ما شفت شالو أو ما شالو لأن أنا ساعة سنتمت طالب أنا أحد الأصدقاء عالكومش كذلك لما نشفنا هذا المنظر المؤلم يعني نسلت قطع صور رجعنا من الكورنيش بالأمس بالأمس أحد الأصدقاء يقول يخروح للكرنيش تعصين أهل البصرة أزل أنت بنت البصرة تعصين هذا الموضوع أهم البصرة بالليلل بوقت راحتهم نرفض عن الكورنيش للعرب لحظم السيارة أكيد 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 على هيارة التابعة تابعة حتى نعرف بتأكد من الموضوع بشكل أكبر ونشوف أن المسؤولين يدرون بالموضوع ما يدرون شنو الأسباب الرئيسية وارد قلت فاتشي اللي عنده لا يذهب للكورنيش لا يتورط ويذهب للكورنيش سنعرف من مقابل الكورنيش ومن محاطي الكورنيش دائما للناس تذهب عوائل وياهم أطفالهم ويأخذون راحتهم أنا رايحت لها وشفتها حلوة المطاعم الموجودة لا أعرف ما يصبح تخرح في هذا نشجع الزاء ويجب على الحاضر يقطعوها شكرا علي ويريد تتابعنا الموضوع نرجع إلى مواضيع أهل المدينة ما زالت الاحتفالات بأعياد الميلاد مستمرة خل نروح لديالة ونشوفها مرحبا أعزائي المشاهدين كل عام أنتوا بألف خير نحن مقبلين على نهاية عام 2012 ومقبلين وداخلين على عام 2013 نتمنى يكون عام 2013 عزائي المشاهدين عام خير ومحبة على كل العراقيين هاليوم احنا وياكم راح ناخذ آراء وستطلاع المواطنين بنسبة لأمنياتهم تعالوا يانا هل تتمنى أن تكونوا متحققت عام 2012 اي الكهرباء والأمان وماء وطرق وخدمات وكل شيء متحققت 2013 شوف أنت أمنيتك في 2013 هو هذا نقلت لك علينا نتمنى إذا صار نحن بخير والله الطلب سأشترا عليك وعلى أولياداتي مالذ بس هذي وعلى أمة محمد وإحنا من عرض الناس رحم الله وعليك عيوني والله أمنيتنا للعراق العظيم الخير والبركة وإمن الأمن والسلام إن شاء الله انت هم تمنيت أمني خاصة وتحققت لو متحققت في نسم العام فيه والله هي الأمنية تكون العامة إن شاء الله العراق العظيم إن شاء الله أمنية خاصة عندك لا والله ما عندي والأمنية الخاصة أكيد موجودة بس الأمنية العامة هي الأفضل من الأمنية الخاصة بهوة يعني والله إحنا نتمنى الخير والأمان ويعني ما نتمنى أكثر من هذا الشي أهم شي عندنا الأمان شفتوا عام 2012 والله جيد إن شاء الله زيانا الحمد لله تعملون من عام 2013 والله كل واحد خالوا مني بباله بس إن شاء الله تتحقق على 2013 إن شاء الله والله من يتهي العام الجديد خدمات الديالة والديالة التعبانة وتعينات أهم شي التعبانة وتعينات وفرص عمل الريض وهيا إن شاء الله الأمن من الريض من الحكمة إلى الأمنية خاصة وهو التعيين تعيين إنتها هم كانت تأددك أمنية 2012 وما تحققت لو تحققت لا ما تحققت أنا خريجة تتتحقق وتتحقق كل سنة قدم على التعينات مالياتuggle يزاري كلها ف nimmt يونه لحس бы وانا بالنسبة المناسبة 2013 مناسبة ان شاء الله نتمنى الخير للعراقيين والشعب العربي كله ونتمنى التوحيد والتالف بين الانسانية وما عندنا تفرق لا بين هذا وبين هذا وان شاء الله نتمنى سنة عام جديد لكل العراقيين وميتك بالنسبة لعام 2012 تحققت؟ ان شاء الله تحققت والحمد لله والشكور ونحن بخير والله يشترى المسلمين والاسلام كله عبيبي والله منعيتنا ان استقرار هذا البلد وان تعيش الناس براحة وبأمان وطمأنينة وان سود السعادة الناس كلها ان شاء الله تعمل السعادة على جميع الشعب العراقي وان الشعب العراقي بالنسبة العام الجديد وكل عام والكل بألف خير ان شاء الله شون شفت عامل 2012 يعني هل لعدك أمنية كانت يعني متحققت؟ والله ان شاء الله يعني انه شفنا هذا العام بانه اصبح انه شوية تحس انه بأمان شوية اكثر يعني من السنوات الماضية انه واكو نوع من الاستقرار والامن وانه الاسواق نشوفها عامرة بكل شيء ان شاء الله ونتمنى انه هذا الشيء يزداد بسنة المقبلة الخاصة ان شاء الله ما وقت في الشيء خاص احنا نريد في الشيء عام صراحة يعني العام يعني على الشميل للعراقيين كلهم يعني امشي الاستقرار والوضع الامني والبلد يزدهر يعني من رد ان نرجع على هاي يعني مثل ما حسنا شبت الامطار اللي صارت الفترة اللي راحت والوضاع اللي صارت بها العراق يعني من حيب هاي نشوفها بعد من المستقبل نشوف احنا بلد بلد يعني يمشي على نفط نريد نشوف يعني الشعب ما نشوف فقير بالشارع كانت هذه امنيات اهل مدينة ديالة وهي امنيات عامة كل اهل المدينة يتمنوها ان شاء الله نتمنى الخير للكل وكل سنة وانتو طيبين نبقى باجوال الاحتفالات والامنيات للعام الجديد والناس رغم معاناة لكن تتفائل بالخير عسى ولعا تكون الفنوة 13 خير للجميع نروح الى سليمانية وهناك اقبال على شراء الحلويات والمكسرات استقبال للعام الجديد نروح نشوف اشتركوا في القناة الحلويات والمكسرات احد الاطباق الرئيسية اللي نتناولها بالايام الاعتيادية لكن نزيد من الاقبال عليها في الاعياد والمناسبات ابقوا يانا شوفوا مدى اقبال الناس عليها في مدينة السليمانية مرحبا مرحبا شكراً في مدينة السليمانية كل عام وانت بخير كل عام وانت بخير واليوم حاضر انت حاضرتك الناب هذا المحل اشتشتري مننا وشون محاضر نفسك الراسي اه هاتن بو ام حالا من بمناسبة سري صالة ويا نزيد بنو سري صالة حيث أنه كان ه tea. ضمن المهام الموضوع وقعونا للمعاق الموضوع فالفتح في التعليق الموضوع مما كانوا ذلك وأحصنون ذكرهم الحياة ،بناء الموضوع انه أشجوم الراسة لعاقبة من الحلوف ومن يمكن أن تحكمة ومن يتم تحتاج إلى اتمنى اسم الإخدام ومعنى بمناسبة بمناسبة لنا هو ايها الاخوة لانتقال المترجم يتجب الى تلفيزون جهة ولكن التلفزيون برنامج الترفيهي جهة وهم رجلتها انا انا تنبو دار التوازع ومناسبة تنبو للعمل لانتقال المترجم جهة بكرة اخو اخياري جهة اخواني جهة جهة حلوياتها جهة حلوياتها جهة نسقيها طبعا يقول انه باقي عدة ايام على رأس السنة ومحظر نفسي عني وعد كم عائلة حتى نحظر نفسنا نحيي ليلة رأس السنة وجيت عني وبنتي فاشتريت حلويات من هذا المحل واحنا كعادة اهل الثمانين نستخدم الكرازات والحلويات بهذا العيد الاسعار هل هي مختلفة ام لا اسعار جيدة اسعار زيانة ما مختلفة وفي الايام السابقة يعني نفس الاسعار تقريبا واسعار زيانة الحمد لله يعني ما تختلف بالايام العادية ابدا ما تختلف لا خاصة بهذا العيد انا شفت اسعار ناصقين بكل مادة واسعار ثابتة زيان كل زيان شكرا جزيلا كل عام زيان كل عام مرحبا مرحب أهلا سهلا كل عام ونتم بخير طبعا اليوم جايش تشتري والله احنا بصراحة جيدة ناخذ هديل واحد مريض بس قلنا فقد مرة نستوق جهال وعلى الراس السنة ان شاء الله شو شفتي هالأسعار احنا هذا المحل نحبه بصراحة أسعاره حلوة وغراضه حلوة مميزة فبالأعياد والشغلات مناسبة دامن نجي نستوق من دانه يعني ما شفتي الأسعار تختلف بالأيام الاعتيادية عنها بالأعيال هي اعتيادية يعني تصعد هاي عادي وين ما ترحي بس يعني كشي عام هذا المحل احنا دائما نسوق من عنده زيان أسعار زيانة وحلوة بلاي لا توش بيروز بي لا همو قل يكون بيروز بي لواني لدرو يولاده نموي بيروز بي بابوني جيجني سيصالوا الرجي غزوزو خوشو شو غزوزو خوشو في ودارهم هموتان تبان ريجبن ولا يتبابوني سيصالوا تشارسوا يتبابوني سيصالوا تشارسوا يتبابوني نسطلوا تلشلي زوجو جوان هي تربابوني سمد منالي شو خوشترا تشيان بي بطلي خوين بيانا كري يقول انه عايدنا بالبداية احنا وجميع الكرد ويتمنان سنة سعيدة للجميع ويقول انه سكان مدينة السليمانية كعادات وتقاليدهم انه لازم يشترون الحلويات والتشارسات بمناسبات والأعيال وانه الاكثر على مود الأولاد هو حاضر حتى يشترينهم الحلويات ويقول نرخيان كون يبيني جاوازي هيا والله ليرا زو زور باشا ليرا نرخياني زو زور يقمي سابتو اشتيكي زو زور باشا اشتيجوان وتعزشن لقالوا هين نرخياني شي مزبوط اشتغاني شي نتعزشن يعني الكرد رجا كاني اساية جاوازيني هي جاوازيني وزو زو مزبوطة يقول انه الاسعار مثل ما هي مختلفة بالأيام السابقة وهنا انه هذا المحل اسعارة هي ثابتة كون عاو انت بخير ان شاء الله الصحة والسلام والتحقيق الأماني ممكن تتكلم انه اليوم جاي هنا يشتري والله حبيت اليوم اجل هذا المحل لانه هذا المحل يحتوي على كثير من الانواع حلويات وشرازات ان كانت تركية وان كانت اماراتية واكثر شي ايرانية واسعارها مناسبة وعلى مدراسة سنة احب احتفل انا وخطيبتي احتفال خاص بيناتنا واخذت حلويات وهس ادأ اخذ كرازات همينة واروح عليها واتمنى لك كل الخير بحياتها ان شاء الله الله يخليكم بعض كل عام وانت بخير وانت بألف خير اشكر ان شاء الله يخليك هذا كل ماعدنا اليوم وليخص المدينة واهلها نشكر كل من تابعنا وان شاء الله دائما نشوفكم على خير وسلامة ان شاء الله دائما نلتقي على الخير والمحبة والسلام في مالا اشتركوا في القناة